ننتقل الآن إلى فقرة كلاكات مع ماري تراز وماري تراز صباح النور للمشاهدين نيحق لزمين ملتقناها والله جد يعني في عنا أسلام جديدة بديك تخبرين عنها أعمال جديدة أعمال جديدة وأخبار جديدة اليوم رح نبليشها مع فيلم أطلس وعودة لجيلو على السينما والأكشن والتشويك لكن من خلال نتفلكس والفيلم اللحن قدر نشوفه بـ 24 مايو القادم صحة رح نشوف جيلو بمغامرة أكشن خيال علمي وهالمرة عم بتدور القصة بمستقبل حيث الرنود الأسكية للزكاء الاصطناعي قرروا أنه الطريقة الوحيدة لأنهاء الحرب هي أنهاء البشرية الفيلم من أخراج براد ليتن وعم بيمثل فيه أيضا سيمي ليو موضوع الفيلم بخوف شوي تعرف أنه عم تكتر هالأفلام يعني كنا من قبل لنصم عشي عن نحنا عم ننشأ لهيك يجي الخياله كتير كتير أوسع وعنجد يعني اليوم بس هيك كنت أتذكر الأفلام اللي كنت أحضرها عن الذكاء ربما أو المستقبل أو مستقبل أو شرح يسير يعني مش مسدقة بس هلأ صرنا عم بنعيش حياني فعلا وقد عم بيثوره الذكاء الاصطناعي ففي خوف أنه الذكاء الاصطناعي ولكن هو يستحوض أيضا هذا الموضوع على شباك التذاكر ومطلوب لدى المشاهدين ستصل ناتفليكس يعني لما تقرر تستثمر بفيلم بتكون بدا تستثمر بالفيلم أنه يقدر يجيب صدا ويقدر يجيب صريح هذا الفيلم مثل ما قلنا رح يبلش على ناتفليكس بـ 24 أيار مايو من هذا الشهر نحن اليوم بأول الشهر الفيلم الثاني هو يلي من الأفلام هيك المحببة عند الكبار والصغار هي من إنتاج ستوديوات ديزني يلي كشفوا عن الصور الأورى والتريلر التشويقي الأول لفيلم مفاصل The Lion King واللي يعاد جزء مكمل للفيلم يلي تم طرحه قبل 5 سنوات وحقق إرادات ضخمة وصلت لـ 1.5 مليار دولار أمريكي هالفيلم أتى دراما موسيقى رح يتم عرضه مع نهاية العام بيدسمبر المقبل من أخراج باري جينكينز بيأتي على غرار النسخة الحقيقية للنسخة الحديثة يلي تم طرحه مثل ما قلت عام 2019 والفيلم الأصلي يلي تم عرضه عام 1994 وحمل اسم The Lion King عم يستعرض الفيلم الجديد قصة مفاصل يتيم يلي نشأ ليصبح حاكم حكيم وقوي وهو الأسد الكبير والد سيمبا وقبل وفاته وبفقا لما بقدمه الفيلم الأول تحكي هالقصة بذكريات الماضي وبتقدمه لمفاصل كشبل يتيم وذكرياته وقصصه وضائع وبيلتقي بأسد متعاطف يدعى طاقة وهو وريس السلالة الملكية وبيؤدي لقاءها الصدفة إلى إطلاق رحلة لمجموعة غير عادية من غير الأسوية الذين يبحثون عن مصيرهم وأكيد رح يتم اختبار هالعلاقة ومدى ترابطهم أثناء عملهم معا لتجليب عدو مهدد وموت الحلو بسلسلة لاينكينج أنه هي منها للأولاد فقط صح هي لكل العيلة وبتحمل بطياتها رسائل مهمة للأولاد يعني أنا من محبين مع الموسيقى كمانا مع طابع الموسيقى يلي بيسيطر فبتنقلنا لعالم يلي هو عالم الحيوان لكن فيه زكاء وفيه رسائل مهمة عن القوة عن الحكمة عن كيف ممكن كمانا تعطي رسائل للولاد تعرفي ولقلنا كمان هي الرسائل يعني مرات لما بتتابعي مثل هذه البرامج أول شيء يعني مثل هذه الأفلام بتتري بتقولي أنه أنا لما كنت أستقبلها بعمر صغير كيف كنت أفسرها وبتري بتقولي شو وقعها على أطفالنا ولكن هي فعلا رسائل مهمة وبتنشئ صراحة إحنا بحاجة لمثل هذه يعني لمثل هذه الأعمال اللي بتنشئ فعلا جيل إله شخصية قوية وإله مبادئ أيضا يعني الكثير من الحديث عن المبادئ عن القوة عن عمل الخير فيها هولي كانوا من هوليوود رح ننتقل لملمو مهرجين ملمو السينمائي يلي خطتم من أيام قليلة أعلن عن الرابحين وحبينا هيك نلقي الضوء على الجوائز والسينما العربية يلي كان عندها جوائز عديدة حيث نال الفيلم الأصير المصري عيسى أعدك بالجنة للمخرج مراد مصطفى تنويه خاص بينما نال فيلم البحر الأحمر يشعلوني أريد أن أبكي أيضا تنويه خاص وهو من الأردن وأيضا نال فيلم الأنف وثلاثة عيون جائزة وهو من مصر نال جائزة أفضل فيلم وكان بوجود بطل الفيلم زافر العابدين والمخرج والممتجه من أوائل الروايات وأيضا صالح بكري كان له حصة كأفضل ممثل وكان هناك العديد من الجوائز هالمهرجين يلي بيرق الضوء على السينما العربية نعم أنف وثلاث عيون من أوائل الروايات من الأوائل مش الأولى اللي قرأتها لإحسان عبدالقدوس فجميل جدا هي رواية كبيرة كثير ومنش أول مرة بتنقل للسينما صحيح وحلو أن الواحد فعلا يحضرها بنسخ يعني نسختها للجديد وحلو أنه ينعرض ببلدين يعني مختلفة وينعرض ببلد مثل سويد يعني مختلف صحيح الجمهور عربي وهو بلد عربي لكن أيضا هناك جمهور سويدي وجمهور أوروبا أنه يشوف هال هاذا فتنا نقول هال روايات العظيمة للعالم نعم دعش فيك جزيل شكر ماري تراز يعني على هالفقرة المميزة